تعالى أقول لك الأهل يباع بكام والصرف كام وتلع بكام في الآخر فلوس ولاعبين مميزين تعالى أوريك لأي اتعاقد مع يوسف أيمن مقابل 250 ألف دولار يمتد لمدة موسم على سبيل الأعارة قادم من الضحيل القطري اشترى عمر الساعي من الإسماعيلي مقابل 50 مليون جنيه لمدة أربع موسم والعيب مهم جدا زي موت لكم جاب أشرف داري المدافع المغربي مقابل مليون وتسعمائة ألف دولار قادما من براست الفرنسي بعقد يمتد الأربع موسم جاب يحيى عطية الله بمتنه 50 ألف دولار على سبيل الأعارة قادم من سوتي الروسي إجمال ما تم إنفاقه من جانب النادي الآلي في المركات والجاري 3 مليون دولار و400 ألف أي ما يعادل 170 مليون جنيه مصري يعني صرف 170 مليون باع عبد المنعم بـ 4 مليون دولار و900 ألف لنيس الفرنسي وكمان خد 550 ألف دولار مقابل رحيل أليو ديانجي للخلود السعودي على سبيل الأعار كمان خد 500 ألف دولار مقابل رحيل أحمد عبدالقادر على سبيل الأعار لقطري القطري الأهلي كسب 6 مليون دولار 300 مليون يعني حوالي 300 مليون جنيه مصري يعني تقريبا أنت بتتكلم في 130 مليون أرباح بالمناسبة استغنى عن واحد فقط بس هوا محمد عبد المنعم على سبيل البيع النهائي والباقي هما مازالوا لاعبين في النادي الأهلي يعني كسب كل ده كله وباع واحد بس وقادر يعمل أبجريد وتحديث لي الفريق هتقول لي الأهلي محتاج مهاجم أقولك أقول أهلي محتاج مهاجم طبعا الأهلي مازال يبحث عن مهاجم أحكي لك بقى القصة دي عشان دي قصة برضو مهمة جدا أيوة الأهلي بيدور على مهاجم أو جناح أجنبي وفضله مكان جاب مهاجم خلاص جاب جناح خلاص بس هجيب لعب واحد بس كمان مهاجم يا جناح أجنبي هتقول لي طبعا فيه مصريين ممكن الأهلي يشتغل عليهم مبتا هقولك معلومة مهمة جدا الأهلي بقرار من مرسل كولر لا تفاوض مع أي لعب محلش لا تفاوض مع أي لعب محلي الأهلي لا يفاوض أي لعب محلي أي اسم تسمعه محلي كولر مش عايز أي لعب محلي لا جناح ولا مهاجم أو غيره استثناء بس عمر الساعي وكولر قال لهم أنا شايفه لعب واحد جدا وهيفيد الفريق كمان في المستقبل غير كده كولر مش مقتنع بأي لعب بيلعب فيه الدوري المصري معندوش يعني مش في المهو بيه ترجمة نانسي قنقر